من يستطيع أن يجمع ماء المطر ويختسل به فليفعل وهو نافع للمسحور والمحسود ولمن يعاني من الأمراض الجلدية ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه كان يجمع ماء المطر ويختسل به وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر رفع عمامته أو رفع شيئا من ثيابه ليصيبه المطر وقال لأنه حديث عهد بربه تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة